أحوال جوية غير مستقرة متوقع أن تتأثر بها المملكة خلال اليومين القادمين التفاصيل بعد قليل سهلا بكم من جديد في هذه النشرة الجوية الرئيسية من طقس العرب نهار اليوم استمرت الأجواء المستقرة والخريفية المعتدلة في عموم مناطق المملكة وستمر درجة الحرار أقل بقليل من معدلات مثل هذا الوقت من العام خلال ساعة الليلة القادمة يتوقع أن تنخفض درجة الحرارة لتسود أجواء باردة إلى باردة نسبيا في أغلب المناطق لكن اعتبارا من ساعات نهار يوم الخميس تبدأ المملكة تتأثر بحالة من عدم الاستقرار الجوي وتتكاثر كمية من الغيوم على ارتفاعات مختلفة وتعطل زخات من الأمطار في بعض المناطق تفاصيل أكثر حول حالة عدم الاستقرار الجوي نستعرض في هذه الخرائط لتوزيع الأمطار اعتبارا من يوم الأربعاء وحتى يوم الخميس يوم الأربعاء أجواء مستقرة بشكل عام تنتشر كمية من الغيوم العالية بدون فعالية في عموم المناطق لكن اعتبارا من يوم الخميس بإذن الله تحديدا خلال ساعات ما بعد الظهيرة والعصر تتكاثر هذه كمية من الغيوم بشكل إضافي وتعطل زخات من الأمطار في بعض النطاقات الجغرافية المحدودة من المملكة تستمر هذه الأحوال الجوية غير مستقرة يوم الجمعة في عموم مناطق المملكة وتنتشر كمية من الغيوم العالية والمتوسطة وتعطل زخات من الأمطار ويتوقع أن تستمر هذه الأجواء الغير مستقرة خلال عطلة نهاية الأسبوع وحتى بداية الأسبوع القادم نذب الآن العاصمة عمان وتوقعات الجوية لهذه الليلة تسود أجواء صافية مع 14 درجة مئوية كحرار مقاسة المحسوسة 13 الرطوبة حوالي 70% من رياح تكون خفيفة إلى معتدلة أسرع نبقى في العاصمة عمان وتوقعات الجوية لثلاثة أيام القادمة يوم الأربعاء 23 درجة مئوية كحرار مقاسة 14 يوم الخميس 22 إلى 14 ويوم الجمعة 22 إلى 15 مع انتشار لكميات من الغيوم المتوسطة والعالية هي ناتجة عن الحالة المحدودة من عدم الاستقرار الجوي التي تدأثر بها المملكة استعرض الآن ويقم تفاصيل حالة الجوية المتوقعة في باقة المدن الأردنية ليوم الأربعاء نبدأ شمالا من المفرق 25 إلى 14 مع جوة صافية إربط تقصافي مع 25 إلى 16 نفس الأجواء في جراش أما عجلون 23 إلى 14 درجة مئوية المنطقة الوسطى الزرقاء 26 إلى 15 البلقاء 23 إلى 15 نفس الحرارة تقريبا في كل من عمان ومأدبة أما البحر الميت 30 إلى 23 درجة مئوية الكرك 23 إلى 14 الطفيلة 22 إلى 14 الشوبك 21 إلى 13 معانت 25 إلى 15 والعقبة 30 إلى 22 درجة مئوية أخيرا المنطقة الشرقية الأزرق 28 إلى 14 الصفاء 28 إلى 13 ونفس الأجواء والحرارة تفرويشد مع 28 إلى 13 درجة مئوية إلا أنتين نشرتنا للقاء الاشتراك مع أمنية بنك الاتحاد شكل مستقبلك المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر كريم هايبر ماركت المهنية للاستثمارات العقارية والسعود وشركاه للتطوير العقاري اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة